كرس إنذار جديد تطلقه منظمة الصحة العالمية حول فيروس كورونا مع إعلانها أن عدد حالات الإصابة بالفيروس على مستوى العالم خلال الأسبوعين الماضيين يفوق ما تم الإبلاغ عنه خلال الستة أشهر الأولى من الوباء مدير المنظمة تدرس أدهانوم كشف أن الهند والبرازيل يمثلان أكثر من نصف حالات الأسبوع الماضي مؤكدا أنه لا سبيل إلا مواصلة اتباع مصائح منظمة الصحة العالمية حول تدابير سلامة الصحة العامة وفي من قابل هذا الإنذار تتعلق الأمال بجهود التلقيح حيث أعلن التحالف العالمي للقاحات والتحصين جافي المشرف على برنامج كوفاكس الدولي أعلن أنه تم توقيع على اتفاق لشراء 500 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا التي تنتجها شركة موديرنا وأفاد الرئيس التنفيذي لتحالف جافي أن توقيع على هذا الاتفاق مع موديرنا سيمنح المشتركين في آلية كوفاكس القدرة على الوصول إلى لقاح آخر عالي الفعالية وعلى صعيد تخفيف إجراءات كورونا فقد اقترحت المفوضية الأوروبية السماحة بدخول المسافرين الذين تلقوا كامل جرعات اللقاحات المضادة للفيروس التي أقرها الاتحاد الأوروبي إلى دول التكتل وأفادت المفوضية بأنها تقترح السماح بالدخول إلى الاتحاد الأوروبي ليس فقط الأشخاص القادمين من دول يعد الوضع الوائي فيها جيدا بل أيضا أولئك الذين تلقوا الجرعة الأخيرة الموصى بها من اللقاحات التي أقرها الاتحاد الأوروبي فرنسا شهدت استعناف الدراسة في المدارس الاعدادية والثانوية بدوام جزئي وذلك بعد أسبوع من عودة طلبة المدارس التحضيرية والابتدائية وذلك في إطار رفع الحجر الصحي المفروض في البلاد منذ الثاني من أبرير الماضي وفي اليونان تم إعادة فتح المطاعم والحناد وذلك بعد إغلاق دام ستة أشهر كما قررت السلطات اليونانية خفض ساعات حظر التجول ساعة واحدة ليبدأ من الساعة الحادية عشر مساء حتى الساعة الخامسة صباحا بدلا من الساعة العاشرة مساء وفي ألمانيا كشفت وكالة الاستخبارات المحلية أنها شرعت في رصد جماعات تعتنق فكرة نظريات المؤامرة وتناهض عمليات الإغلاق المرتبطة بجائحة كورونا وتقول دورية انتليجنس نيوز المعنية بالشؤون الاستخباراتية إن ألمانيا تعد أكثر الدول الغربية التي يوجد بها حركات لمناهضة الإغلاق أفريقيا وفي المغرب أعلنت وزارة الصحة أن منظومة الرصد الوبائي اكتشفت حالتي إصابة بالسلالة المتحورة الهندية لفيروس كورونا بمدينة الدار البيضاء ونوهت الوزارة بالتعامل مع الحالتين وكل مخالطهما وفق البروتوكولات الدولية المعمول بها